اشتركوا في القناة ويبقى فيه اتفاقات من خلال شركات التسويق ويبقى فيه اتفاقات يعني متحددة من بدري للماتشاط الودية عشان يكون فيه برنامج وجدول للمنتخب المصري وماتشاطه الودية في 2016 و2017 ولكن طبعا ده برضو يعني بيني وبينك وكده حيتوقف عن نتائج مصر في تصفيات أمم أفريقيا وتصفيات كاس العالم الأستاذ جمال علام طبع رئيس الاتحاد حيكتمع بالكابتن حسام البدري لأنها أزمة معسكرات المنتخب الأولمبي ويتضرب بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي كابتن حسام البدري قرر السفر إلى الصين يوم 5 أكتوبر بـ 22 لعيب ولكن لسه لغاية دلوقتي ما اختارهمش تعارفين المنتخب الأولمبي عنده مطشين والديين إن شاء الله مع الصين يوم 8 ويوم 11 بإذن الله كابتن أيمن حافظ بيشكل أسباب تأجيل أو بيكشف أسباب تأجيل معسكر المنتخب الأولمبي منتخب الأولمبي كان يفروض يتجمع يوم 2 أو 3 أكتوبر ويبدأ معسكر ولكن كابتن حسام البدري لقى أن لعيبة الأهلي والزمالك عنده مطشاط في الكونفيدرالية 3 أو 4 فقال لك خلاص يعني اللعيبة كده كده هتبقى عندها مطشاط مالوش لازم أعمل معسكر بدري أعمل معسكر يوم الصفر بداية المعسكر يوم الصفر لو يوم 5 أكتوبر إن شاء الله والصفر هيكون مباشرة إلى الصيد النهاردة كان الشركة الرعية